مرحبا رجعنا من جديد اليوم شرحنا عن طريق التنزيل نظام مندوس إداعش برو الأساسي الأصلي من شركة ماكروسوفت وبدون حزف الملفات والبرامج اللي مخزن على الكمبيتر الخاص فينا الطريقة كتير سهلة وبدون جهد وتعب نهائي لهيك خلونا نشوف دعمكم على هذا الفيديو ما رح نطول كتير من مقدمة كمانة ويلا نبدأ على بركة الله مثل ما ملاحظين نضغط على إيقونة التحديثات رح تظهر معنا نافذة بهذا الشكل ورح نلاحظ ويندوز أبدت عبيئنا الترقي على نظام ويندوز إداعش نضغط على كلمة تنزيل وتسبيت منلاحظ موجود عنا شروط التسبيت شروط الترخيص والتسبيت ومن اللي هو تسبيت تسبيت الآن مثل ملاحظين الويندوز يقوم بالعملية التنزيل نظام ويندوز إداعش بدون حزف للبرامج والملفات المخزن على قرص الصيني نهائي العملية تستغرق وقت طبعا الوقت يعتمد على السرعة الإنترنت عندك بالمنزل أو بالعمل مثل ملاحظين أنا حطيت أمامكم على الشاشة التوقيت الساعة اللي استغرق تنزيل نظام ويندوز ما استغرق من الساعة مثل ملاحظين عملية التسبيت يتم الآن تسبيت النظام استغرق معي الوقت بحدود 45 دقيقة بين التنزيل النظام وبين تسبيت النظام بعدها نضغط على كلمة إعادة التشغيل في حال أنت نزلت النافذة وكنت عم تشتغل غير شغل على النظام الويندوز نضغط على الايقونة بهذا الشكل المرتين ونضغط على كلمة إعادة التشغيل رح أعمل توقف في الشاشة بعد ما بنعمل إعادة إقلاع رح يطلع لنا الصورة بهذا الشكل وبعدها بعيد إقلاع تظهر لنا الصورة بهذا الشكل وبعدها بشتغل معنا النظام مثل ما نلاحظين عنكم اشتغل معنا النظام بدون أي مشاكل النظام ويندوز إداعش برو الأساسي من ماكرو سوفت وليس النسخة التجربية النسخة الأساسية الأصلية كل الميزات موجودة مثل ما نلاحظين كل الميزات النسخة مرخصة كمانة طبعا الترخيص يعتمد على إذا كان اللاب توب عندك بيحمل ترخيص من شركة ميكرو سوفت أو ما بيحمل ترخيص كما نلاحظين عنها إداعش برو النسخة الأساسية وهي النوافذ على الويندوز إداعش مختلف عن النسخة التجربية بشكل كبير حتى بالنسبة للإشعارات بالنسبة للتاريخ بالنسبة للوقت في كتير أشياء مختلفة ترجمة نانسي قنقر 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 هذا بيكون كل شي لليوم باتمنى الفيديو والشرح يكون لها لعجابكم أصدقائي بشوفكم بفيديوهات تانية في أمان الله اشتركوا في القناة